السلام عليكم معكم الأخت كريمة اليوم عملت فيديو روتيني يومي لطلبوه مني بزاف الأخوات وكما راكوا تلاحظوا اليوم من فيديوها التاعي بحلة جديدة هذا الجينيريك الرائع اللي ساعدتني فيها الأخت لينا اللي نحييها بالمناسبة هي صاحبة قناة أم البنات شقيق الزوجتها هو اللي عمل لي هذا الجينيريك لأخزينه اللي نتمنى له النجاح في شهادة البكالوريان نتمنى كذلك انتم حبيبتي كذلك تدعولوا إن شاء الله بالنجاح والتوفيق في حياته أول شيء نعمله بعد الاستيقاظ من النوم هو تهوئة المنزل يعني نفتح الطواقي مباشرة إلى رياضة المشي بعد الرياضة نروح مباشرة للمطبخ ونحضر فطور الصباح كما راكوا تلاحظوا هنا راح ننفتر كما كامل الجزائريين يعني ما نستغنوش على لبنشوكو ولا لكواسن وكما راكوا تلاحظوا هنا عندي كذلك المعارك هنا عندي كست حليب أنا نشرب حليب وحده هذه إعادة منذ الصباح منذ أن كنت طفلة يعني دائما نشرب الحليب بدون قهوة لكن مقبل أن أخذ كاس عصير ليمون بالزنجبيل اللي يساعد لتخفيف الوزن وكذلك هذا مشروب صحي كذلك كينا اللي حبي يكون لدي صباح وكذا كما زي اجتمرات ولا حبات جينا يعني راح يمدلكم الطاقة باش تكونوا حيويين ونشطين طوال اليوم إذن هنا راح نفتر وإن شاء الله راح نتلاقوا في في المطبخ بيونسوا دائما نتلاقوا بعد القهوة هذي باش نروح نغسل الأهواني وكذلك نعطيكم التدبيرات اليوم هنا كما نكن تلاحظوا راح نغسل أوه غينة قال okay город لأنه غينة العشاء دائما نغسلهم بعد العشاء مباشرة يعني ما نخليهم بدأوا مستحسن هوا حدي للاهوحدا يلا قدرت تتنقص شغل في الليل أحسن نهم شappa باشTV باش ماتتراك rap يجب عليها الامور يعني الوقت هذا كنتغسلوا فيهن المعن نربحوا في حاجة اخرى كما ركت لاحظوا انا المعن تاعي هنا يغسلتهم البارح في الليل خليتهم هنا في السلة باش يقطروا من بعد نحيوهم باش نخبيوهم هنا نبدأ نغسل اواني تاعي تاع القهوة بعد ما غسلتهم ندرهم فوس الله هكدا باش يقطروا نروحوا الان نغسلوا لافابو تاع خاص بالمطبخ عندي هنا يا ليمونة قسمتها على زوج نضيف لها القليل ميناء البيكربونات هكدا ونبدأ نحك كامل الاطراف نحط هذه الحكاكة في الطرف الخاصة بالاواني ونبدأ نحك كامل بهاديك الليمونة والبيكربونات نشوز الكامل لافابو تاعي رح يمد للمعان وكذلك رح ينضفوا جيدا يعني الانوكس من الافضل انه نمسحوه بالليمون والبيكربونات كنكمل مباشرة رح ندير شوية جافل في الباسينة شوية تاع القومو ونبدأ نخسل هدي السلة اللي موفا نحط فيها الايزي ستاعي وكذلك نحط فيها الشيفونة باش يقطرو هنا كيما ركو تلاحظو كملت شوفو هنا هنا النتيجة يعني الحوض يرجع ما شاء الله هنا نروح مباشرة باش نمسح البلاكة اختيعين نمسح البوتاجي ندلو اقترات عجازال ونبدأ نفوت يعني محش يخض بزاف تاع الوقت ونبعد نبدأ نرتب الاهواني ونرجح من بلاستهم هنا رح نبدأ نعمل فطور يعني الغداء هنا كيما لابلكم اليوم ما رح يشتاء يعني الواحد يدير طبق دافئ هنا اخترت انه نعمل الكسكس تقليدي مرق حمراء بالخرشف على طريقة القبائل بعد ما شمخت الكسكس التاعي غسلته مليح اقترته الان رح نروح للخضار باش ننقي الخرشف ديالي وكامل المكونات اللي رح نعمل بها هاد الكسكس ننظف الخضار كيما لابلكم تلاحظوا خاصة الخرشف حب تقشروا هاكدا يعني نحولوا كامل هادوك الخيوط هنا انا انا درت المرقات تاعي خلاص دوزنت هايتو انا درت للماء باشي حخليتو بشي تاب مرقتوه الان نروحوا مباشرة نلمسح نمسح هنا الارضيه نديروا قطره جافل انا في بيدون تاع الماء ندير قطره جافل ما نكثرش باش ما يعني رايحة الجافل ما تغلبش سانيبو وندير شوية تاع السانيبو ناخد الشيفون تاعي يعني هذا هو المسح عادي نقص الشيفون تاعي دائما في المحتوى تاع الجافل وصانيبو ونبدأ نمسح الارضيه تاعي بانسوق بعد ما نصلحها مليح بالبالي اذا بعد ما نكمل المسح نخليه حتى ينشف ونعود نرجع لي تابي نعود نرجع لي صندولي كل حلاجة لبراستها اهنا كيما رايكو تلاحظوا الفطور تاعي رايحة طايب يعني نحط باش نفطر على بلكم باللي عطناش وقت لها دا مورا مباشرة يعني لبعض الافضار اكيد نصلوا وضهور ونقعدوا ساعة مرض تعليقات بتاعكم مبعد مباشرة نروحوا باش نوجدوا العشاء انا نعجبكم الفيديو ومعليكم اديروا جميلة فيديو اه بارتجوا الفيديو بلك اه اه راح نتفيدوا به اه اصدقاء تاعكم ونحفزوهم اتلقوا في فيديو اخر ان شاء الله دمتم فرعية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة